اهلا وسهلا مشاهدينا نواصل هذا المدى الحي برفقتكم صباح الشروك ودائما ملتقى لفتح كثير جدا من القضايا المهمة لبتهم المجتمع السوداني ونحن بشوفنا البيوتات السودانية على امتداد ربوع وطننا الحبيب تحتبر ظاهرة التشرد مشاهدينا من الظواهر اللي ااخذ في النمو والتمدد في الفترة الاخيرة عندها كثير جدا من الافرازات حتى في الفترة الاخيرة على الواقع السوداني للوقوف على هذه القضية وكثير جدا من الموضوع السعداء انه ينضم الينا وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم المكلف سعادة الوزير صديق حسن فريني اهلا وسهلا صباح الخير اهلا وسهلا بيك وصباح الخير وكل سنة بتطيبين كل سنة وكل مواطن سوداني بيتفائل بوطنه كما العادة كل سنة ونحن والله يسعيدين تمام السعادة بعودة قناة شرور للطارم الجديد والشعار الجميل يعني الله يعزك شمس السودان اللي تيلاته الله يعزك على ذكر الشمس الآن مبتد في كل وطننا الحبيب وده الدور المأمول انه يكون في التشبيك حتى مع الجهات المزئولة عشان ناخد المعلومة من اصلها الحقيقية يعني تقدر تنور كل المشاهدين وكل المجتمع السوداني بما هو موجود يعني بخصوص ظاهرة التشر برأيك يعني كثير جدنا من المعلومات فيها خلط للرأي العام نعم من هو المتشرط في الأساس يعني في تعريفات علمية للمتشرط انه الزولة اصلا ما عنده دار ما عنده حتى يرجع اليها بنهاية اليوم ما كلنا نطلع من بيوتنا ونيرا يعي بيوتنا عدد من الناس اضطرتهم الظروف في انهم يكونوا بدون مأوى او بدون دار يرجع اليها في نهاية اليوم فبيضطروا انه يلجوا لمواقع معينة ويتجمعوا فيها وبالتالي بيصبح الزول مشرد بمجرد فقده للمأوى في المنطقة اللي هو فيها والتشرط بالمناسبة معي بيح حال من الاحوال لانه مرات الزول الزروف تضطروا اضطرار في انه يظل بدون المأوى الظاهرة في السودان في تنامي مستمر في زيادة مستمرة لمجموعة من الاسباب السبب الاساسي فيه اولا الظروف الاقتصادية الضغطة اللي دفعت بعض الاسر في انها يعني تتخلى عن رعاية الكاملة لجزء من الافراد وفبالتالي هما بيجأوا للمواقع العامة للبحث عن يا مصادر رزق او يلقوا بسال حاجة البسيطة اللي بيأكلوها عشان يغطي بيها احتياتهم الآنية التشرط نفسه عندنا نوعين من انواعات تشرط في التشرط كامل وده زول جامي منطقة بعيدة جدا هو بالتالي يكون حايا في مواقع اختارها وانتخبها هو بعناية عالية جدا في التشرط الجوزئي الزول بيطلع مرات يقعد برن البيت يوم وليومين او مرات يطلع من الصباح بدري ما برجع تاني اللي مص الليل فالتشرط انواع مختلفة فيها فئات مختلفة نحن مطالبين كاجهزة رسمية وكمجتمع منظمات مجتمع مدني في ولاة الخرطون تحديدا اذا كانت منظمات وطنية او منظمات دولية في اننا نتعامل مع الظاهرة دي بصورة جماعية لانه ارادة جماعية صراحة من طالبين بيها السبب التاني لخروج الناس من اسرهم واللجوء لمواقع تانية كمتشردين احنا حتى المصالح نفسه اللي سمحت لي نضيف مصالح جديد فيه اكرام لهؤلاء الفئة لهذه الفئة اللي مسموهم فاقدي الرعاية الاسرية فاقدي الرعاية الاسرية السبب التاني النزاعات انت بتشهد معي انه السودان من الدول شهدت نزاعات مطاولة على عدة عقود يعني من الزمن وما زالت هذه النزاعات مستمرة حتى هاي يعني الشهر الماضي وشهر القبل الماضي على سبيل المثال عندنا عدد من الاسر اتحركت من الدمازين وصلتنا في الخرطوم هنا اننا عدد من الاسر اتحركت بجنو قردفالي الاحداسة الاخيرة وصلتنا هنا اننا اسر من دارفور عموما الاحداسة الاخيرة برضا وصلتنا الخرطوم وده كلها شكلت ملمح من ملامح عدم الرعاية الأسرية لفئة ما صغيرة بالإضافة للناس الجايمي خارجو سودان وكلا في الجانب ذاك صراحة يعني سعادة الوزير طبعا أنا كمقدم راي يوم محاور كل الجوالي اللي عايزة أتكلم فيها لنت أتطرق طليل لكن الحديث عن المواضيع دي بذاته ورؤوس المواضيع ما بتقتصر المساحات الضيقة طيب لو تكلمنا نمشي تدرييا عشان نمشي المعاليات إذا كان الأسباب عندها جوانب اقتصادية وجوانب سياسية وجوانب عندها علاقة بالأسر وتفكك الأسر نفسها يعني فكيف منقدر نحصر ديل كلهم ونتعرف عليهم أنه هم المواطنين حقيقين من السودان ولا أجانب على ذكره طيب نحن كوزارة تنمية اجتماعية ولاحظ ما نسمى الوزارة يسمى تنمية اجتماعية والشغل الاجتماعي عموما بتراوح بين الرعاية ورجعتها لعدة سنوات لورا معظم الوزارات كانت بتسمى وزارة الرعاية الاجتماعية كل الوزارات الآن المعنية بالشأن الاجتماعي بتسمى وزارة التنمية اجتماعية من التنمية حنتقل لمرحلة بتاعتها الحماية وذو كله هو المقصود منه أنه نجعل من المواطن هو محور للحركة الاجتماعية بالنسبة للدولة السياسات الموضوعة للتعامل مع التشرد عموما هي قائمة على أنه الناس صلوهم عبر إدارات متخصصة عبر أجسام باحثين تشربوا بالعمل الاجتماعي وبالوحث الاجتماعي عموما كان من ناحية نفسية والناحية الاجتماعية نحن مسمونه إدارة الضبط الميداني أو الضبط الميداني الاجتماعي يعني الضبط الاجتماعي الميداني ليه المهمتهم؟ إنهم يشوفوا النازل متجمعين يعني الآن نحن عندنا في الخرطوم 56 موقع متع ارتكاز يعني متواجد فيه الفاقدين الرعاية الوسرية بين قوسين المشردين 56 في كل محلية نحن لدينا عدد من نقاط الارتكاز أو مواقع الارتكاز وما يتواجهوا فيها على سبيل المثال محلية الخرطومة نحن عندنا فيه حاليا عندنا 19 موقع متع ارتكاز لو حبيتنا أقول لك بعيد شوي بالهناي هنا دي بحري قدامنا أنا شايفة قدامي في المنظر الجميلة شايفة الصباح دي عندنا 9 مواقع متع ارتكاز في مبدة في كرري في جبل أولية في شرق النيل وكلها حول مواقع بتتاح لهم فيها إنهم يشتغلوا بعض الأعمال أو يلقوا الحياة اللي هم فاقدينها في الأكل وفي نهاية اليوم يتجمعوا في مواقع برضها مختلفة المسألة صراحة في الفترة الأخيرة ما أخذ الطعب بطع ظاهرة طيب الفئات دي ذاتة لو نحن عينيليها في ظواهر برضا اجتماعية جديدة صراحة يعني إذا كانت المسألة دي فيها فئات عمرية مختلفة للناس اللي بمد يدهم إذا كانوا متسويلين أو مشردين لمجرد التشرد العام زول ما بيسألك لكن كل ما لقى مواقع بتاع تجميع نفايات ما يشي يكبر فيها عشان يشيل ويأكل ودي الحكاية نحن قلناها إنه ما في مجتمع ناجح مطلقة ممكن يمشي لقدام إذا كان في زول بيأكل ويشيل ودي الكوشة ووجي زول من الكوشة يشيل عشان يأكل دي معادلة صحبة اجتماعين إنها تستمر ودي واحد الحياة المقلقة بالنسبة لنا كحكومة الأولادة الخرطية نحن ساعين بقوة وعندنا الآليات وعندنا البرامج وعندنا الخطط المنشطية والتفصيلية اللي بتوعنا بالنازل لو سمحت لي يعني أنا طبعا مرات بجوري كلام يعني يتبقوا كلام مترابط ولا بيضعوا لينا قاد عاك لأنه هو متصل حبابا فإحنا في التعامل مع الفئات دي إذا كان عمالة بتاع الأطفال إذا كان تشرد كامل تشرد جزئي الفئات العمرية التصنيف انتماءهم لأي دولة من الدول نحن كحكومة أولادة الخرطوم جاهزين لها تماما يعني لو أنت ليه ممكن تبدو متين ممكن أقول ليه فالله بعد خمسة دقائق من الآن طيب طيب سعارة الوزير أنت ذكرت وعددت الأسباب والطرق وأماكن التوايد وكذا يعني والجهر ده ما جهد حكومي فقط غيرت يكون جهد مجتمع من الدرجة الأولى كثير من دور الإيواء هي ما ممكن تستوعب العداد الكبير اللي أصبح في تناول فترة الأخيرة فشنينتوا الجهود اللي بتعملوها الآن ليهيواءهم يعني على أقل لتقدير أو التبصير المجتمع بقضاياهم طيب المواعين المخصصة للتعامل مع الفئات بتاع الفاقدين الرعاية وسرية بوقوسين المشردين نضطر أقول لك العبارة دي ثلاثة أربع مرات على الأقل لكي نبقى جزء من ثقافتنا العامة عندنا عدة دور أننا دار أول شيء للاستقبال وتصنيف وده موجود لبعد خطوات من جامعة أفريقيا العالمية جنوب الجامعة وهذه الدار مهمة الأساسية أنه بعد ما يتم ترحيل للناس المتواجدين في النقاط المختلفة بالتنسيق ما كافة الجهات أنا بقول كافة الجهات وعندنا شريك أساسي في شغولنا هم شرطة ولاة الخرطوم أسمح لي لو سمحتها يعني أني أحييهم وأشكرهم جزيلا على تعاونهم الكبير جدا وزارتين واجتماعية نحن في وزارتين واجتماعين نحن أكتر من ستة ستة واربعين فرض مفراط شرطة ولاة الخرطوم هما في جزء في التفاعل يومي مستمر مع قضايا التنمية الاجتماعية فرطة الخرطوم هما شركائنا الأساسيين الشركاء التانيين هما المجتمع المدني المنظمات المجتمع المدني والله خليني أقول لك أنه بالشيء البسيط الذي عمل بيننا وبينكم وجدنا مجموعة من المنظمات المهيئة تماما الآن في أنهم يكونوا معنا في أول شيء تجميع النازل في مراكز الاستقبال والاستئناف بعد ذلك مراكز التأهيل والتدريب ودي برضها موجودة بجانب هذه المراكز وقبل اللحظات تلقيت اتصال وأنا ما أشع عليكم أنه منظمة أو منظمتين صراحة قالوا والله نحنا مستعدين ستمية فاقد رعاية أسرية نستقبلهم نقوم بضيافتهم وجباتهم بعلاجهم بملابسهم بتأهيلهم وتدريبهم وعندنا ورش في المدينة الاجتماعية بالمناسبة وبعد ذلك نسلم المتحدة للمجتمع ناس مؤهلين ومدربين وده كل وليه مدسنة كاملة ستمية فاقد رعاية وسورية ودي بشارة صراحة نقول طيب للناس صراحة أنا بقول الكلام ده وده بمتابعة دقيقة جدا ولصيقة من السيد والي ولاية الخرطوم أنا بحييه صراحة لحرصه كبير جدا عن هذه الشريحة وهذه الفئة ونحنا ماشينا الآن عشان ناخذ الضوء الأخضر من السيد الوالي بعد اجتماعكم ده الضوء الأخضر ده في كثير جدا من المتشردين ما هم فاقدي لسنة أو ضاقبهم الحال موجودين يعني في الشارع على ذكر أسبابك التي ذكرتها كيف برضو ممكن تشبكوا عشان توصلهم لأسرهم أحيانا ضاق بالأطفال الحال فطلعوا ونزحوا من أهاليهم يعني ما عارف إنهم فيدتوا العملية دي كيف بتقدروا تربطوا بياناتهم يعني صراحة في قصص بتاعت نجاح كبيرة جدا أنا أقوله في الجانب في الوزارة دمجوا عدد كبير من الأطفال اللي كانوا مشردين تشرد جزئي طبعا نحن والمزولي خش بيتيم تصنيف تصنيف عمريا ونوعيا يعني إذا كان نذكر نحن أن الأولاد في طيبة إذا كانت بنية نحن بنوديها لدار الرشاة في كرري الفئات العمري إذا كانوا كبار في العمر وما قادرين يعيش ونحن ندار المسنين في بحر هنا وإذا كانوا من المسنات يعني دار المسنات في السجان وعموما بنتعامل مع الحالة دي طيب الزول اللي طلع بعد ما يتيم الاستقبال والتعامل معاه بحثيا نفسيا اجتماعيا صحيا بالنسبة لأنه مرات الزول أنا عندي تجيري بقى مسكنه من ناقشها في الوزارة في مقتبه هناك إنه والله في واحد من المشرنين مضغطي واحد من الباحثات الأمينات جدا على مهنتها وصلتها هناك ولقيت إنه والله عنده جرح كبير جدا في الجو زي داني حمشيله نوش أنه خطه بدون رعاية صحية ممكن يفقد حياته تبق لينا بعد ذاك أشكالية فبيتم تصنيف هؤلاء الناس عمريا نوعيا صحيا اجتماعيا وبعد ذاك بتتعامل برضا استمارة بتاع الدمج لأسرته لأنه أول ما يتعارف إنه أسرته أين يعني يتم الاتصال بالأسرة يا جونا وان إحنا شيلنا الطفل دي إذا كان طفل صغير وصلناه لأهله وبعد ذاك عملنا دراسة بتاعت حالها لهذه الأسرة وهنا بيجي بعد ذاك الدور في إنه الشافعي ونحن خليناه بوضعه الوديناه بيهه ممكن للأسف الشديد أي طالع تاني ويتشرت من جديد يجب إنه يكون فيه تعامل مباشر مع حتيات الأسرة على الليلة لكي أسرتكونا متماسكة وعندنا تجارب صراحة كثيرة بتاعت نجاح جميل في الجانب أنا الشراحة أشيد بكل الباحثين الاجتماعيين في وزارة تنميش جميل طيب بالضرورة نتكلم عن الجانب بهم الظواهر السلبية اللي أصبحت تتنامى في المجتمع بصورة في الفترة الأخيرة الكبيرة وانت ذكرت على ذكر أنه لازم يكون فيه تأهيل جيد بالنسبة قد ما تكون خطيئاتهم وحدهم يعني فبرضو يتم التدريبهم وتأهلهم بشكل نفسي واجتماعي كبير فكيف برضو جهودكم في الحد من الظواهر السلبية اللي اللوم الكبير بيقع على عاتق المشردين وهم قد يا لا يمتلكون الأساس من الأساس يعني كتر خيرك انت طبعا لأنه زكي جدا طرحت الحكاية يعني مغلفة بسيتان جميل كده لكن خلينا نقول ظواهر الشمعية جديدة المقلقة السالبة جدا هو نظام التسعة طويلة الممكن تقول يعني ده جزء من إفرازات الوضع الاقتصادسي جدا جزء منه تناول الهائل جدا للمخدرات في الشوارع من الفئات الشبابية عموما جزء منه الحالة بتاعة النيقرس اللي كانت ظاهرة منه ظواهر المجتمع الخرطوم في فترة من الفترات دمان الظواهر السلبية التي ظهرت لينا أنا في دي بقول نحن ما برعنا كوزار التنمية الاجتماعية بنتدخل فعلا لأنه مرات الزون نتيجة لوجوده في الشارع وتعاطيه للسليوسيون لفترة طويلة جدا وإحساسه بفقد الرعاية المجتمع عموما رغب انه لجوء التخصي نفسه للشارع العام هو زي اللي بيطلب الحماية العامة من المجتمع بعد ما فقد الحماية من أسرة الصغيرة والمعاصر لأنه مرات الطفل أو الشاب أو الشابة بيتعرض لعنف يا أسري يا قانون يا غير يا غير فاذا اضطر يطلع من الحتة اللي هو فيها ويجي يطلب الحماية من الشارع لأن الشارع المرات بيحمي بالمعاصر يعني مرات الزون يكون قاعد يكون آمين جدا أنه والله أنا في الركم بتاع العمود القاعد في ذا لو هبشنا يدور بصر خسائي الناس هنجدوا فعدوا جزء من طلب الحماية من المجتمع كله من هنا صراحة بيجي دور منظمات المجتمع المدني في أنه نحن مفروض كل هذه الظواهر مع بعض نتعامل معه تعامل علمي يتم دراسة كل حالة على هذا ويتم تحديد احتياتها الآنية والمستقبلية إذا كانت حاجات نفسية والاجتماعية والمادية والاقتصادية ويتم بعدك تصنيفة وتنسيبة للمؤسسات اللي بتقدم الخدمة لهذه الشرائح وأنا في تقديري نحن كمجتمع سوداني من خلال حرصنا الكبير أنه المجتمع يظل متماسك قادرين نتعامل مع الفئة الدلان والأرقام اللي عندنا ما بشيرينها أرقام كبيرة لكن الظاهرة اللي تنقولها وحركاتها المزعية في بعض الحالات للظواهر الاجتماعية هي بتبكز سبب أساسي للقلق العام واللهباط العام ما نحن حاسبه حاليا أنه أرطمين أنه حكومة الالات الخرطوم في الجانب وضعت كافة الترتيبات في التعامل مع هذه الظاهرة إن شاء الله وهتسمعك طيب طيب سعادة الوزير في جزئية أخيرة لو اتكلمنا كثير من المعلومات اللي بدأت تنشط في الفترة الأخيرة حتى على ظهور المتشردين الأيال الموجودين في السودان كيف يمكننا حد الحاجة ذي ويتم التنسيق مع بلدانهم لإيواءهم هناك كتر خيرك الظاهرة طبعا على المتسولين كمان سبحانه المتسولين بصورة سريعة نعم متسولين صراحة ظاهرة جديدة في التقاطعات في التقاطع والطرق في الصواني الطريق تلليبس للحاح والتسول طبعا جاي من حاجة السؤال يعني ونحن والله مطالبين من خلال قيمنا الرفيع نحن السائل ده ما نرجعه ولا ما نهر يعني لكن بنقول أن المجتبع السوداني لأنه يد ممدودة بالعطاء كثير جدا من الدول اللي نحن كنا شايفينها يعني صعبينهم يجونا في السودان جونا واستقبلناهم بطيب خاطر وبعد ذلك لغد ما هم أهل ونفسهم وريعوا اختفت الظاهرة بتاعة المتسولين الجائم من الدول العربية نتيجة النزاعات المطاولة شفتها عدد من السنين ظهر لنا متسولين من الدول الأفريقية دائما التنسيق بيننا كحكومة بتاعة الولايات الخرطوم مع الرئاسة السيدة الوالي بيتم التعامل ووزارته الخارجية لأنه نحن قلنا المشاردين يتنجمعون عبر الآليات بتاعة الريال الاجتماعية وتنمو الاجتماعية والشرطة وغيرها من الآليات المختلفة بنخدهم في الدار بتاعة تصنيف أول ما يتم تصنيفه نقول الله يا أخي أننا خمسة من المتسولين للتابعين لدولة من الدول خليني ما أسمي الدول لشنو لا بالنسبة لنحن معروفة بيتم الاتصال عبر مكتب السيدة الوالي بوزارة الخارجية عبر الشرطة بيتم تسليمهم وتسفيرهم لدولهم بالتنسيق القامل بين الخارجية والولايات ووزارة الداخلية بتكملهم إراءاتهم نحن في جانب ديها ويفتكر أنه الحكاية محتاجة لحراسة للحدود السودان عموما لأنه زول المرات بيخش ممكن نبقى اتجار في البشر للأسر الشديد منظومات ممكن تكون عندها دور فينا تجيب الناس لأنه المعلومات اللي عندنا متوفرة أنه الناس بيجيبوهم من محلات محددة ويتم توزيعهم وتاني بيتم تجميعهم نهاية اليوم ويرجعوهم ودي شغلة بتاعت أجهزة كبيرة على مستوى الدولة نحن بيقول جهزين كولادة خارطوة نتعامل معها إن شاء الله سعادة الوزير والله الحديث عن الملفات دي ورؤوس المواضيع ممكن ما تقتصروا المساحات الضيقة ونحن مقدرين لحضورك صباحا وتبشيرك بكل المشاهدين على الواقع بخصوص المتشردين بخصوص أيضا وزارة التنمية والرعاية الاجتماعية في هذه القضية الكبيرة أنا مقدر جدا سعادة الوزير صديق حسن ريني محاور لوزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم المكلف على حضورك صباحا إن شاء الله نلتقيك في مساحات ثانية حتى نفصل في كثير من المحاور والأزل التي تدور في عقل المشاهد السوداني كتر خيرك كتر خيرك وبرك الله فيك وما لسينا حيي شعب السوداني كله وعادة الاستقلال وبداية جديدة إن شاء الله وسنة جديدة إن شاء الله وكل عام أنتم بخير إن شاء الله كتر خيرك